ساعدونا لنساعدكم تلك هي العبارة التي أوجزت كل شيء في مخاطبات جون ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي الزائر مع المسؤولين الذين التقاهم في بيروت سوى أن تتمتها تقول إن لبنان عاجز عن مساعدة نفسه لبنان يحتاج إلى مجموعه 20 مليار دولار من المساعدات لكي يتمكن من إعادة تنظيم اقتصاده وهذه الأموال لن تأتي من دون إصلاحات تضمن أن لا تتبدد كغيرها في دوامات الفساد وأحزابه ومحاصصاته ينام لبنان على أمل ويصح على حزب الله وما تلك إلا وصفة لكارثة لا نهاية لها في الأفق المنظور لودريان قال كل ما بوسعه أن يقوله وأكد دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانب شعبه منوها إلى أن الحلول موجودة في مقرارات مؤتمر سيدر وتنفيذ الإصلاحات ضرورة كي يخرج لبنان من محنته هذا ما يقوله كل الذين تعهدوا بدعم لبنان في ذلك المؤتمر الذي عقد عام 2016 بجهد بذله رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لكن حزب الله أراد أن يحول لبنان إلى ولاية تابعة للولي الفقية وأن يحتفظ بالسلاح لكي يهدد به كل الفرقاء الآخرين في لبنان وأن يواصل هيمنتها على المعابر غير الشرعية وأن يواصل تبيض الأموال وتجارة المخدرات هذا هو الجدار الذي تصطدم فيه كل الرغبات الدولية لإنقاذ لبنان والسؤال هو ماذا فعل لبنان لكي ينقذ نفسه وماذا فعلت حكومة حسان دياب حتى الآن لكي تجعل البلاد مؤهلة لتلقي المساعدات لا شيء سوى الدوراني في الفراغ والرئيس ميشيل عون امتلك مقدارا من الجرأة لكي يقول لضيفه الفرنسي إن مكافحة الفساد تواجه صعوبات وعراقيل خصوصا مع وجود متورطين كثر يمارسون ضغوطا لوقفها ماذا بعد كل هذا؟ لا شيء يعود لودريان من لبنان وفي قلب غصة تقول ساعدونا لنساعدكم